في عملية نوعية قوات الجيش الوطني تصل إلى عمق مناطق سيطرة الميليشيا في نهب وتستولي على مخازن كبيرة للسلاح العشرات من الصواريخ والقذائف المدفعية الموجهة كانت الميليشيا تخزينها في مواقع محصنة لا تتوقع الوصول إليها لكنها أصبحت الآن في قبضة رجال الجيش الوطني هنا أيضا طلائع الجيش تشق طريق النصر رغم وعورة المنطقة الجبلية لكن عزيمة المقاتلين تذلل الصعوبات وتعبدها فالعديد من المواقع المتقدمة أصبحت تحت سيطرتها منذ أشهر وقوات الجيش الوطني تتسلق هذه المناطق الصعبة وتواصل زحفها المستمر رغم ما تبديه الميليشيا من استماتة لإعاقة تقدم قوات شرعية نحو العاصمة صنعا محللون عسكريون يرون أن تقدم قوات شرعية في نهم من شأنه تغيير موازين القوة على الأرض كون هذه الجبهة هي آخر خطوط ادفاع عن العاصمة صنعا